أعرب اسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أعرب عن أطيب التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بمناسبة فوز العداء يونس كوروا بالمركز الأول في ماراثون اليابان للسيدات مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز جاء ليعكس الدعم اللامحدود لقطاع الشباب والرياضة من لدن جلالته ما ساهم في تطور وازدهار هذا القطاع من خلال حجز مملكة البحرين مكانا مرموقا بحضورها القوي في مختلف المحافل والمشاركات الرياضية كما رفع سموه أسمى آيات التهاني والتبركات إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد بتحقيق البحرين هذا الإنجاز ما يدل على الجهود التي تبدلها الحكومة الرشيدة من أجل نهوض بالحركة الشبابية والرياضية بالمملكة ورفع اسم البحرين في جميع المحافل والتجمعات الدولية والعالمية مشيدا سموه بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الأولمبية البحرينية من خلال الخطط والبرامج التي تهدف إلى الارتقاء بالرياضة البحرينية برئاسة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وأكدا سموه على حرص سمو الشيخ ناصر على دعم كافة المنتخبات الوطنية وبالأخص منتخبات ألعاب القوى للظهور المشرف للبحرين في مختلف المشاركات الخارجية وضاف سموه أن هذا الإنجاز الجديد يشكل مدعاة للاعتزاز ويبعث على الفخر بمستقبل أكثر تميزا لرياضة ألعاب القوى معربا سموه عن ثقته الكبيرة في العداء لتحقيق المزيد من النتائج المتميزة في الاستحقاقات القادمة وذلك عطفا على نتائجها السابقة بمختلف المشاركات الخارجية على كل المستويات وفي مقدمتها فوزها بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016 وقد أكد سموه وقوف الاتحاد بجانبها ومواصلة دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات المشرفة لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر